من مرجعيون جنوبي لبنان تنضم إلينا مرسلتنا دارين الحلوي إذن دارين مرحبا بكي معنا ماذا في آخر مستجدات بداية وإذن تفاصيل متوفرة عن هذا الاستهداف سواء بالبازوري أو الاستهداف الأخير علما أن أغلب المعلومات عنه تأتي من المصادر اللبنانية وإن كان في الجانب السوري لاستهداف طريق دمشق بيروت دارين نعم إيمان تسخين على الجبهة الجنوبية من الميدان وسط قصف بالقذائف الفوسفورية قذفتان فوسفوريتان وقصف مدفعي طال أطراف كفر كلا أيضا مركبة والعديس كما تشاهدون في الصورة تصاعد أعمدة الدخان إذن هذا القصف يأتي بالتزامن أيضا مع عمليات قام بها حزب الله على أكثر من موقع إسرائيلي بداية موقع العاصي ثم ميتات وأيضا كان هناك استهداف صباح اليوم أيضا لمستوطنة أفي فيم عندما استهدف حزب الله أحد المباني التي يستخدمها جنود إسرائيليون كان هناك أو رصد أيضا في هذا القطاع صوت انفجارات لكنها كانت عميقة ولم يتبين إن كانت لإطلاق صواريخ من هذا القطاع أم أنها لسقوط قبائف مع العلم أن نشاهد أيضا أعمدة الدخان لا أدري إن كانت الكاميرا تستطيع أن ترصد هذه الأعمدة يعني تقديرنا أنها تتصاعد من محيط بيت هلل الإسرائيلية لكن ليس هناك من تأكيدات حول أي استهداف على الأقل ليس هناك أيضا من بيانات صادرة عن حزب الله بهذا الشأن كما ذكرت في البازورية غارة من مسيرة على سيارة أدت إلى مقتل أحد عناصر حزب الله نعاه قبل قليل لكن الحادث الذي وقع على طريق بيروت دمشق ما زال غامضا الجانب الإسرائيلي لم يشر إليه بخلاف عدته في مثل هذه الأحداث السيارة تبين أنها قد لحقها تشض كبير ولم يتضح إن كان هذا الاستهداف جوي أم أنها عبوة لكن الأكيد أن هذا الأمر ليس حادثا عاديا هناك استهداف لم يتبين بعد ما هو طبيعته هناك تأكيدات بأن شخص مدني قد قتل أيضا في هذا الاستهداف لكن التقارير شحيحة جدا بخصوص هذا الحادث إذن تصعيد على الجبهة الجنوبية يتزامن مع ترقب كبير لما ستحمله الساعات المقبلة من رد متوقع أكان من حزب الله أو حتى من إيران وربما من ساحات أخرى حليفة مع هذا المحور ردا على اغتيال إسماعيل حليل وأيضا ردا على اغتيال المسؤول العسكري الأكبر في حزب الله فؤاد شكر والذي توعد أمين عامي حزب الله بأنه يعمل الحزب على البحث عن هدف مدروس للرد على هذا الاختيال شكرا جزيلا لك دارين الحلوي إذن مرسلتنا من مرجعيون جنوب لبنان